أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن استعدادات انعقاد مؤتمر تغير المناخ قاب 27 تسير على قدم وساق حيث تتابع الحكومة بصورة دعوبة كافة التحضيرات التي تتم سواء في إطار تبهيزات المؤتمر وفعلياته أو أعمال تجميل شرم الشيخ بصورة تعكس قيمة سيحية للمدينة جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني عشر للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة النصر لمؤتمر المناخ قاب 27 خلال الاجتماع عرض وزير الخارجية سامح شكري آخر مستجدات الأعمال التحضيرية وجدول أعمال القمة بما في ذلك أهم الفعاليات والاجتماعات والأحداث الجانبية التي ستشرف بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي